السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه زيكم عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله حبيت كده ان احنا نعمل حاجة حلوة مع بعض في البيت. سهلة جدا وبسيطة. اه زي ما انتم شفتوا كده في عنوان الفيديو هنعمل مع بعض النوتيلة في البيت بطريقة حلوة جدا ان شاء الله هتعجبكم. ومكوناتها بسيطة وموجودة في كل بيت. اه يلا بينا كده اللي لست مشتركتش عندي في القناة تشترك عندي في القناة وتفعل الجرس عشان ينصرها كل فيديو جديد انا بعمله. ولو عجبك الفيديو متنسيش تعمليه لايك وشير لي الفيديو. ويلا بينا نشوف المقادير. اول حاجة معي في المقادير هي كوباية سكر بودرة وكوباية لبن ونص كوباية زيت. وهنا اه تلات معلق كبار اه كاكاو محلة. اه طبعا الكاكاو تقدر ان انت تحطي كاكاو خام مفيش اي مشكلة. هيديك طعم حلو كل حاجة. بس انا بحب كاكاو نسكويب او كاكاو دريم المحلة. اه بيبقى طعم حلو جدا برضو. وبيديك نتيجة حلوة مفيش اي مشكلة. ومعي هنا باكو فانيليا. ودي علبة كاسترد حلو الشام كاسترد الشوكولاتة زي ما انتم شايفين كده قدامكم. العلبة دي انا اول المرة هاجربها معية وانشاء الله في شيء طريقة جدا يتعجبكم. بعد اما هنعمل للنوتللا وهنخلط المكونات دي كلها في الخلاط. هنعمل مع بعض الكاسترد دلوقتي بطريقة حلوة وهنخلطهم على بعض. علشان تاديلنا نسيجة حلوة جدا وانشاء الله والطريقة دي هتعجبكم. اه يلا بنا كده نشوف مع بعض الدلوقتي هنعمل ايه? ودلوقتي هجيب اه الخلاط معي الشافشاء بتاع الخلاط علشان هبتدي ان انا اخلط مكونات النوتيلة. اه هنخلطها مع بعض كويس في الخلاط. اول حاجة هنحطها الكاكاو والسكر البودرة واللبن والزيت والفانيليا. وهنسيب الكاستر دلوقتي على جنب. هنخلطهم كويس جدا في الخلاط لحد لما القوان بتاعهم يبقى سميك كده وتقيل. هوريكم دلوقتي ان شاء الله هنعمل ايه مع بعض? زي ما انتو شايفين انا جبتي هنا شفش الى الخلاط وحطيت كوباية اللبن. دلوقتي هحط نص كوباية الزيت. وهحط كوباية السكر زي ما انتو شايفين كده. والتلات معالق اه كوبار كاكاو محلة. او زي ما قلتلكم لو حابين ان انتو تحطوا الكاكاو خام مفيش مشكلة بس انا بحب تعمل كاكاو المحلة اكتر يعني. اي نوع بقى كاكاو انتو بتحبوه. اه ودلوقتي هحط اه باكل فانيليا. وهضربهم كويس جدا في في الخلاط وهرجعلكم تاني بعد اما اتضربوا علشان اوليكم السمك بتاعهم بعمل ازاي. ودلوقتي انا اضربتهم كويس في الخلاط. هنشيل مع بعض كده الغطع علشان اوليكم النتيجة. بصوا ما شاء الله. بصوا النوتيلة سمكها بقت قيل ازاي. وكمان دلوقتي لما هنضف لها الكاسترد الشوكولاتة بعد اما هنعمله على النار هتبقى حلوة جدا. وهيبقى سمكها تقيل كده. وهنحطها مع بعض في التلاجة علشان تيطل اكتر وتدينا النتيجة اللي احنا عايزينها. اه يلا بنا نكمل خطوات مع بعض. دلوقتي حبيت طريقه طريقة عمل الكاسترد. الكاسترد ده حلو الشام اللي هو بالشوكولاتة. هنشوف دلوقتي طريقته مع بعض. انا طلعت الكيس من جوة العلبة كده. علشان اقراركم الطريقة. اول حاجة بتفضي مكونات محتويات الكيس ده في نص ريتر لبن بارد. يكون بارد. وتحليه بالسكر حسب الرغبة. وطبعا هترفعيه على نار متوسطة. مع التقريب المستمر حتى الحصول على القوام المفضل. يعني انت بتفضل يتقلبي فيه على النار. آآ علشان تحصل كده على قوام يعني يكون تقيل شوية علشان آآ يمسك معيك بسرعة في التلاجة ويديكي الكاستر النتيجة الحلوة اللي انت حباها طبعا. وبعد كده بتصب المزيج في اطباق وتتركيها في التلاجة. اه تتركيها الاول تبرد وبعد كده بتحطيها في التلاجة وبتقدم برده. العلبة دي بتكفي معاكي 3 اطباق او 3 بولات من الكاستر. آآ طعمها حلو جدا. وانا حبيت ان انا اخلطها بالنوتيلا علشان تعززلي ناكية الشوكولاتة. آآ وتديها طعم جميل جدا. وطبعا آآ حلو الشام يعني معرفين بحلوياتهم الطعمها حلوة جدا. آآ انا هجرب الترقدي معاك وان شاء الله هتدينا نتيجة حلوة جدا. هنشوف دلوقتي. واتمنى الفيديو يكون نعمل بكاستر. هدف آآ مكونات الكاستر على نص كيلو اللبن وهدف لهم السكر اللي انا حبيه. حسب الرغبة يعني. وبعد اما القوام يتقل معانا شوية هنشوف دلوقتي هندفهم مع بعض على خليط النوتيلا اللي احنا عملناه في الخلاط. يلا بنا. وزي ما انتم شايفين قدامكم انا دلوقتي دفت مكونات كيس الكاسترد او علبة الكاسترد على نص كيلو اللبن. وفتديت ان انا قلب كويس جدا كده. آآ لحد لما الكيس اختلط كويس مع اللبن وحطيت السكر اللي انا حبيه. دلوقتي بقى هسيبهم كده لحد لما قوام يتقل وهفضل اقلب فيهم بالمضرب. لحد لما احصل النسيجة اللي انا عايزيها وبعد كده هوريكم النسيجة بتاعت الكاسترد لما يتقل عشان نضيفها مع بعض على النوتيلا. بصوا زي ما انتم شايفين كده قدامكم. هنا الكاسترد خلاص. بدأ يتقل معانا. قوام بدأ يتقل هو ده قوام اللي انا عايزيه. آآ ببطيدي كده ان انا افضل اقلب فيه نور وهضيفه على على النوتيلا اللي احنا عملناها مع بعض علشان نخلطهم مع بعض كويس في الخلاط. وهنجيب قلبة كده ونفضلهم مع بعض علشان نحطهم في التلاجة ونشوف النتيجة النهائية معنا. ودلوقتي بقى شوفوا النوتيلا. ما شاء الله بصوا بقى شكلها عامل ازاي بعد طبعا ما سقعتها في التلاجة. آآ الكمية اخدت معي علبتين. آآ دي قلبة تلاجة. ودي قلبة ايس كريم. شوكولاتة كده حطيتها جواها. آآ دي سبتها تلاجة شوية علشان عايزة اكلها كده وهي ساعة. ودي يعتبر بصوا سايلة يعني طريقة شوية. بصوا ما شاء الله. جميلة ازاي. وطعمها مش قادر اقول لكم طعمها طوح فقط دي. آآ تقدروا بقى ان انتو تعملوها لاطفالكم او لكم. او تاكلوها كده بالمعلقة. طعمها حلو جدا. نوتيلا وطعم الشوكولاتة الكوي الحلو. آآ ممكن تعملوا بيها كمان حلويات زينو بيها آآ افكار كتيرة جدا تقدروا ان انتو تعملوها بيها. اتمنى الفيديو يكونوا عجبكم وتكونوا استفدتم من الفيديو. وآآ لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملي اللايك وشيل الفيديو. ولو لسه مشتركتش عندي في القناة اتمنى منك تشترك عندي في القناة وطفعلي الجرس عشان مصارك كل الفيديو جديد انا بعملو. اصابكم فعية اللاي مع السليم.